مرحبا، في شهر فبراير شباط 2023 ستدخل بعض التغييرات والقوانين حيز التنفيذ، وإليكم في هذا الفيديو نظرة شاملة على التغييرات. إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام اعتباراً من الأول من فبراير شباط 2023 سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام المحلية في مقاطعتي نوردغين وستفالن وهمبورغ. وفي اليوم التالي، اعتباراً من الثاني من فبراير، سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الحافلات والقطارات المحلية في مقاطعات بيرلين، وبغندنبورغ، وبريمن، وهيسن، وميكلنبورغ، فوربمان، ونيدرزكسن، وغينلاند، بفلس، وزارلند. مع العلم أن مقاطعات بيان، وشليزويك، هولشتين، وزكسن، أنهلت، وزكسن، وباعدن، ويتمبرغ. كانت قد ألغت في وقت سابق إجبارية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام المحلية. واعتباراً من الثالث من فبراير، سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام المحلية في مقاطعة تورينغين. واعتباراً من الثاني من فبراير، لن يضطر المسافرون إلى ارتداء الكمامات في قطارات المسافات الطويلة وحافلات النقل العام لمسافات طويلة، ويشمل ذلك جميع أنحاء ألمانيا، لأن القرار بهذا الشأن يعود إلى الحكومة الاتحادية. جدير بالذكر أنه لا يزال ينصح بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، وخاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. جدير بالذكر أيضاً أنه بعد الثاني من فبراير 2023، ستبقى الكمامات إلزامية بألمانيا، فقط في المستشفيات والعيادات ودور رعاية المسنين ومرافق الرعاية الصحية. نهاية المصابيح الموفرة للطاقة منذ عام 2012 حلت المصابيح الموفرة للطاقة محل المصابيح التقليدية التي اخترعها أديسون قبل حوالي 145 عاماً لأنها تهدر قدراً كبيراً من الطاقة على شكل حرارة غير نافعة. والآن بعد حوالي عشر سنوات، سيتم إحالة المصابيح الموفرة للطاقة إلى التقاعد أيضاً. فاعتباراً من الخامس والعشرين من شهر فبراير شباط 2023 سيحذر قانون الاتحاد الأوروبي الجديد إنتاج المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة لأنها تحتوي على مواد يصعب إعادة تدويرها كما تحتوي على الزئبق السام وبالتالي تشكل خطراً حقيقياً على الصحة والبيئة. والمقصود بالتحديد مصابيح الفلوريسينت الموفرة للطاقة الحلقية وذات القاعدة المدمجة مع العلم أنه سيسمح ببيع الكميات المخزنة في الأسواق. وبالتالي إذا رأيت تلك المصابيح تباع في بعض المتاجر بأسعار رخيصة فلا تسارع بشرائها وتخزينها لأن الخيار الأفضل هو الشراء واستخدام مصابيح LED باعتبارها أكثر توفيراً للطاقة ولا تحتوي على أي مواد سامة تلوث الهواء في الغرفة وتتمتع بعمر أطول ولا يوجد فيها تأخير بالتشغيل أي تضيء فوراً بنسبة 100% كما أنها صديقة للبيئة. وإذا كنت تريد التخلص من المصابيح الموفرة للطاقة القديمة والمكسورة فلا ينبغي رميها مع النفايات المنزلية بسبب المواد السامة ويفضل استحابها معك في المرة القادمة التي تزور فيها السوبر ماركت أو متاجر الأجهزة الكهربائية لأنها توفر حاويات تجميع خاصة للتخلص من المصابيح. خفض سن التصويت للبرلمان الأوروبي في المستقبل سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً في ألمانيا من التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي مع العلم أن الانتخابات الأوروبية المقبلة سيتم إجراؤها في ربيع عام 2024 تم وضع معيار جديد لحقائب الإسعافات الأولية في السيارات والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من فبراير شباط 2023 حيث يجب أن تشمل حقيبة الإسعافات الأولية في السيارة على كمامتين للوجه بالإضافة إلى المعدات السابقة ولم تعد هناك حاجة إلى حمل الضمادة أو قطعة القماش المثلثة وقطعة القماش الأخرى الأصغر ولا يتعين على السائقين شراء حقيبة إسعافات أولية جديدة بشكل منفصل ولكن يجب توسيع القائم الحالية لتشمل الكمامتين قانون طاقة الرياح الجديد تريد الحكومة الاتحادية مضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 وتلعب طاقة الرياح دوراً مهماً في هذا حيث يهدف قانون الحكومة الألمانية الجديد الذي سيدخل حيث التنفيذ في الأول من فبراير شباط 2023 إلى توسيع طاقة الرياح بشكل كبير على الأرض وسيتم زيادة المساحة المخصصة لطاقة الرياح البرية في المقاطعات من 0.8% إلى 1.4% بحلول عام 2027 ويجب على المقاطعات توفير 2% من مساحتها لتوربينات الرياح بحلول عام 2032 المزيد من نوافير مياه الشرب العامة في المستقبل وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمياه الشرب يجب أن يحصل جميع المواطنين على مياه شرب عالية الجودة في الأماكن العامة إذا كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية وبما يتماشى مع الاحتياجات المحلية وبالتالي يجب على البلديات إنشاء نوافير مياه الشرب على سبيل المثال في الحدائق ومناطق المشات وأروقة التسوق القانون دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر يناير كانون الثاني 2023 إصدار جديد لعملة 2 يورو اعتباراً من الرابع والعشرين من شهر يناير كانون الثاني تم طرح عملة جديدة من فئة 2 يورو للتداول من قبل البنك المركزي الألماني وتحمل على أحد وجهيها نقشاً لدار أوكسترا ألب ألب في الهاموني في هامبورغ وسيتم تداول ما يصل إلى 30 مليون من هذه العملات المعدنية وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى تجد طريقها إلى محافظنا شكراً لكرم المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء في فيديو قادم